منذ أن بدأت الجماعية عملها على الساحة الإفريقية كيف ترى إمكانية الاستثمار في إفريقيا؟ سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص في الحقيقة احنا في الأول فيه فرص كتير جدا للإستثمار وكل الدراسات اللي احنا بدأمالها في القطاع الخاص بتؤكد أن أعلى عائد على الاستثمار في العالم في أفريقيا وأن الحرب الدائرة الآن ما بين روسيا وإوكرانيا بتؤكد أن العودة إلى المستودع العودة إلى سنة غزاء العالم العودة إلى الغاز حيث استنغال وإحنا كالرجال أعمال وقطاع خاص متابعين كويس جدا أن الألمان بقى لهم شهرين ثلاثة قاعدين في السنة غير بدوروا على الغاز وأن الإيطاليان قاعدين في أنجولا وبالتالي دي كلها إشارات والأرقام بتؤكد كده حجم الأرقام اقتصاديا بتقول أن حجم والدات القرى الأفريقية عام 21.615 مليار دولار مصر تصدر منهم 4.9 مليار لم نصل إلى رقم 1% السؤال اللي بترح نفسه باقي الدول العالم نفتقد هذا الحظ تواجه نفس التحديات إذن التحديات عليها وعلى غيري المطلوب أنه إحنا فيه فرص تجارية فيه فرص استثمارية الدولة مشكورة عملت نمازج 11 مزرعة أفريقية كنموذج استطلاعي كتشجيعي للقطاع الخاص أيضا وجود التعاون الدولة المصري زي سد في تنزانيا زي العلاقات المصرية زي ما وقفنا في وقفة قورونا ولقاحات قورونا في الصندوق الأفريقي ده شغل التعاون الدولي على مصاري الحكومية على مصاري القطاع الخاص لازم نتشجع شجاعة الخروج إلى التجارة الدولية والاستثمار البين الأفريقي بدون خوف لأنه القصة كتير جدا من 20 سنة الإعلام يعني ما أمشي بالدور الكافي لتحسين الصورة الزهنية عن القرار الأفريقية لدينا الآن 14 دولة أفريقية بتحقق نتج محلي إجمالي منهم 6 في أحسن نتج محلي إجمالي عالمي لدينا تجربة رواندا من عام 98 لدينا تجربة الآن في غانا وغانا يمكن في آخر ثلاث سنين حصلت على أعلى دولة في التدريس للرياضيات والفيزياء في القرار الأفريقية لدينا تجارب جيدة جدا في القرار والجميل جدا في القرار أن القرار تعج بمشروعات الزراعية تعالوا نتحدث عن الدولة البيضاء في نيجيريا تعالوا نتحدث عن إنتاج القمح في شمال نيجيريا في كانو ولا يستهلكوا منه إلى 10% الآن لدينا فرصة لإستعادة دولة السفراء وزراعتها في القرار الأفريقية لكن علينا أن نعد الفريق الداخلي للعمل أفريقي إعداد جيد إحنا كمجتمع ملو أعمال كي قطاع خاص بناجتمع وبنتدارس هذه النقاط وبنتناقش الألية إزاي ندخل على الناس مش أول ما نفتح الباب نقول لهم إحنا جايين نصدر لكم ولما يسألني تعال عمل مصنع عندي ما أقولوش لا أنا جاي أصدر لك بس أنا لازم أقول له نحن هنشتغل وديك منتجي ولو منتجي نجح في سوءك أنا ممكن يتعاون معك وعمل مصنع معك لأنه غيرك بروح يعمل مصنع عنده وغيرك بروح ياخد منه الكاكاو وأعتقد عام 2018 سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنا كنت أحضر مؤتمر المائدة المستديرة يستثمر في مصر يستثمر في أفريقيا وعندما سأله ريتشالد ديكويست قال له إن القرار الأفريقية بتنتج كاكاو بخمسة مليار ياريتشالد والعالم بياخده وبيعلينا شوكالاته بمية وخمسة مليار في القيمة المضافة فالقرار تفقد مية مليار دولار ففكرة إنه هناك فرص طبيعية في القرارة في القرارة تحمل ستين في المية من مساحة الأرض الصراحة للزراع عدوة تدخل عنصر البشري القرارة تحصل أو يوجد فيها مخزون تلاتة وتلاتين في المية من السرعة المعدنية العالمية والمحجرية القرارة اللي فيها خمستاشر في المية من احتياطي بترول العالم ستين في المية من مليار وثلاثة من عشرة يعني مليار وثلاثة مليون